اهلا ازاك يا زيزو? عامل ايه? في حاجة ولا ايه? انت اول مرة تجيلي الشغل هنا? في حاجة حصلت ولا ايه? قل لي يلا. لا يا خالو مفيش حاجة. انا بس كزا حد من صحابي. قال لي ان هو عايز يعرف شوية عن برمجة او تصميم مواقع الانترنت ويعني ايه اتش تي ام تجايدي مخصوصة عشان خطر الموضوع ده? طيب تمام مفيش مشكلة. طب بص انا عندي شوية وقت فاضيين دلوقتي ما تيجي معايا ندخل المكتب عندي جوه ونستخدم الكمبيوتر واشرح لك شوية انت واصحابك كمان نسجل لهم الفيديو. يلا بينا. يلا يا زيزو حبيبي هات الكرسي كده شدوا. تعال جنبي اهو الكمبيوتر هو مفتوح وراي. تعال جنبي ويلا بينا. يلا انتو مستنين انتو كمان تعالوا عشان تتابعوا معانا الشرح. يلا بينا. النهاردة يزيزو بقى هقولك ازاي بنعمل المواقع اللي شبه دي. ده موقع احنا عاملينه بلغة برمجة HTML. بص لو ضغطنا عليه ضغطتين هيفتح معانا بالشكل ده كده هو. زي ما انت شايف وفي لينكات حاجات اول ما نضغط عليها تودينا في اي مكان. طيب لغة HTML دي لغة ترميز نصي بنستخدمها في تصميم صفحات الويب. ايه هي صفحات الويب? اللي هي مواقع الانترنت زي الفيسبوك. زي بنك المعرفة المصري. زي موقع التربية والتعليم. اي موقع موجود على النت بنستخدم فيه HTML. وانا عملتلكم الموقع اللي شكله بسيط دوت كده عشان اعلمكو ازاي تعملوه. وان شاء الله خلال الفترة اللي جاية هنتعلم مع بعض خلال كام فيديو جايين كده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل موقع زي دوت بلغة البرمجة HTML. الاول دي صور انا اضفتها وهعلمكو ازاي تدفوها. ثانيا ده كلام نص مكتوب هعلمكو ازاي تكتبوه. ده العنوان. عنوان الموقع بتاع اسمه سلسلة زيزو خالو. تمام? بعد كده برضو فيه كلام مكتوب هنا تحت. بعد كده كلام تاني مكتوب بخط اصغر وبخط اغامق. بعد كده كلمة يوتيوب دي لما اضغط عليها هتوديني لموقع اليوتيوب. بعد كده كلمة ده اسم اللوجو او اسم الصورة اللي انا حاطتها هنا دي باضغط عليها بوديني ليها. بعد كده ابابي الفايل دوت ده فيديو. ده فيديو انا كنت عامله وضفته هنا وحطيت اللينك بتاعه عشان الناس تضغط عليه لما يدخلوا على الموقع بتاعي بيوصلوله. اه كل اص ديت اضغط عليها وقوله ان انا عايز اتصل بحد فيقولي هتتصل بيه من خلال التليفون ولا من سكاي بي ولا منين. تمام? ده عبارة عن جدول صغير في عمودين. عمود اسمه نيم وعمود اسمه ايج. وهنا نيم في زيزو وفي احمد. والاج هنا 12 وهنا 15. فده كده موقع. حتى احنا لما جينا نفتحه في البداية فتحناه من خلال المتصفح اللي هو مايكروسوفت ايج. او ممكن تفتحه من خلال موزيلا فاير فوكس. او ممكن تفتحه من خلال جوجل الكروم. فعشان ده موقع. فبالتالي بيفتح من خلال ايه? المتصفح اللي موجود معانا. فانا هدربكو خلال الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله تابعونا عشان ادربكو ازاي تعملوا الموقع ده. بص انا عشان اطلع موقع بسيط بالشكل ده كتبت كود اللي هو الكود ده كله. شايفين كده كده? ده كده الكود اللي انا كتبته عشان اطلع لكم الموقع ده. يعني انا عشان اضيف صورة من الصور اللي موجودة قدامي او فيديو او اي حاجة من الحاجات اللي موجودة النص حتى دوت بكتب ليها كود. يعني على سبيل المسال مسلا الصور اللي هنا دي اللي هو انا وزيزو وبنختي معايا هوا. تمام? فبص عملتها ازاي? ضيفت اصلا زيزو وخاله هوا. دي صورة ودي صورة. يعني ده كده الكود اللي انا ضفت بيه صورة زيزو. وده كده الكود اللي انا ضفت بيه صورة خاله. تمام? فاخد بقى على كده اي حاجة من الحاجات اللي مكتوبة دي لها علاقة بحاجة هنا مكتوبة او حاجة هنا معروضة ليا. فاستنونا هنكمل سلسلة زيزو خالو. نونة في الفيديو اللي جاي والحلقة الخامسة اللي هنتكلم فيها اكتر عن و هنكمل مع بعض السلسلة.